اشتركوا في القناة اللي هي حكينا لها علاقة بخلو المسار القمر مازل موجود برضو في درجات متأخرة من الانتقال من المنزل طبعا هو رح ينتقل لمنزلة الغفر وهي منزل الكنوز والضفر والمنعة والتفريق والمشاكل والنفي ورح يستقر في هاي المنزل لغاية الساعة 9 و24 دقيقة من مساء يوم الأحد بتوقيت جرينج طبعا لا ينتقل بعدها لمنزلة الزباني وهي الفساد والقطع والمشاكل طبعا رح نعتبر ان القمر انتقل لبرج الميزان رح نلمح تلميح بس لا خلو المسار بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا في زاويتين زاوية اللي هي طويلة المدى وزاوية اليوم ذروتها برضو طويلة المدى اللي هي رح تستمر لغاية يوم الغد الزاوية اللي رح نحكي عنها الأولى هي الزاوية التثليت إيجابية بين الزهرة وبين أورانوس هاي حكينا عنها كتير في الأيام الماضي وهي مستمرة لغاية يوم ثمانية اثنين يعني حتى ليوم ثمانية اثنين كل يوم رح نحكيها هاي الزاوية اللي هي بتهيئ الفرص أو الفرصة اللي بدأ بعلاقة غرامية بصورة مفاجئة ومننظر للحياة بتفاول أكبر كما انه بالفترة هاي بتكون شعبيتنا في تصاعد أما بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل اليوم اللي هو ما قبل خلوق المسار الزاوية اللي ذكرناها يوم أمس هي زاوية التربيع السلبية بين القمر وبين المريخ وهاي اللي حكينا رح تكون يعني ذروتها الساعة سبعة وخمسة وأربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج يعني كمان كم ساعة من بث الحلقة احنا من بث الحلقة الساعة ثنتين بتوقيت جرينيج طبعا هاي الزاوية مستمرة من الآن لغاية ساعات منتصف الليل وهي شغالي يعني وهي تأثيراتها موجودة علينا كنا فهاي الزاوية بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى من يقوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار اللي هو خلو المسار اللي رح يبدأ الساعة 7 و 45 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج من مساء هذه الليلة موعد بث الحلقة ورح يستمر لغاية الساعة 10 و دقيقتين مساء بتوقيت جرينيج هذا بيعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شي ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار ساعة 10 و دقيقتين مساء بنتقل القمر خلصوا بيستقروا في برج الميزان وبتبلش تأثيرات برج الميزان هي اللي تأثر علينا فبتصير هاي الفترة أفضل عاطفيا فترة أفضل عاطفيا لتعزيز أوصار علاقة عاطفية مع الحبيب أو تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر بنكون اجتماعيين أكثر ومن ميل للإسترخاء بيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغير دور في علاقة لم تستقر بعد في هاي الفترة ننجح في أعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك ويمكننا أيضا إقامة حفلة أو إعادة تزيين البيت أو المكتب أو اقتناع حاجية جميلة بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل ما بعد الانتقال خلاص أنه ما نعتبر أنه القمر انتقل فأول زاوية هي رح تكون زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الشمس الساعة ثلاثة واثنين واربعين دقيقة صباحا منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساند والدعم من الأصدقاء ومنتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا طبعا كل الأوقات بتوقيت جرينج أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون في تمام ساعة أربع وسبعة وأربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج نشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الزاوية البطيئة اللي ذكرناها يوم أمس هي زاوية الاقتران الإيجابية اللي بين الشمس وبين عطارد هاي ذروتها ساعة عشر أو سبعة وأربعين دقيقة ظهرا ورح تستمر طبعا تأثيراتها هي من الآن موجودة من يوم أمس موجودة ولكن رح تستمر لغاية غدا أربع وعشرين واحد وعادة عند حدوث هذا الاتصال بتتعزز قدرتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم موضوع علمي صعب يتعذر فهمه وبيزداد التوجه لا إجراء اتصالات أو تنقلات أو سفريات ضرورية أما بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل ما بعد هاي الزاوية وهي في ساعات المساء هي زاوية تربيع سلبي بين القمر وبين الزهرة وهي رح تكون في تمام ساعة سبعة وواحد وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينج تأثيراتها من ساعات الظهر لغاية منتصف الليل أكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية إذ بيتجهوا للتنفيس من خلال صرف النقود بإسراف دون حساب بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا اللي أكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم اللي الكلا والحالب والمثانة البولية الأوردة الجلد كعضو لللمس البنكرياس الأنسولين أسفل الظهر الزائد الدودية اللي عندهم أمراض يعني مزمنة في هاي الأشياء هم اللي أكثر ناس بدهم يتواقق اللي بيشعروا بأي أعراض طبعا ما يترددوا من مراجعة الطبيب بالنسبة لهذا اليوم طبعا يوصى بإجراء عمليات جراحية ما فيه أي مشاكل ولكن يفضل أنه مش في فترة خلو المسار إلا إذا كانت عملية اضطرارية فهاي طبعا بيكون لها تحديدها ما قبل خلو المسار فيصبح من الأعمال اللي نوين عليها قبل خلو المسار طبعا هذا اليوم يصلح لإزالة الشعر الزائد ولا يصلح للعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لقص الشعر العادي اللي هو التجميل الطبيعي والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة لمطعم كورونا طبعا ما فيه أي مشكلة اليوم عادي جدا وما فيه أي أعراض بإذن الله تعالى أما بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الميزان فخلو المسار القادم رح يكون يوم الاثنين يوم اربع وعشرين واحد رح يبدأ في تمام الساعة عشر وتسع دقائق مساء ورح يستمر لليوم التالي اللي هو يوم الثلاثاء حتى الساعة ثلاثة وسبعة واربعين دقيقة صباحا لينتقل القمر بعدها لبرج العقرب بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المحدى بواحد وعشرين يوم في تمام الساعة ثمانية وستة واربعين دقيقة مساء بيصبح اثنين وعشرين يوم نسبة الإضاءة خمسة وسبعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم ثمنتاش اثنين سعيد بنسبة ستين في المية القمر في الميزان حتى يوم خمسة وعشرين واحد الآن هو سعيد بنسبة خمسة وعشر في المية في ساعة الصباح بيصير منتحس بنسبة عشر في المية لغاية ساعات الظهر بعدين من ساعات الظهر برجع سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية بالنسبة لعطارد في الدلو بيتراجع حتى يوم ستة وعشرين واحد ومن ثم رح يتراجع في برج الجدي حتى يوم أربع اثنين طبعا هو منتحس بنسبة خمسة وسبعين في المية وبلشت تنزل نحوسته رح تنزل في ساعات تقريبا المساء يعني الى 40% اما بالنسبة للزهرة في الجدي بيتراجع حتى يوم 29 واحد هو سعيد بنسبة 15% المريخ يعني مازال موجود بالقوس ونزلنا حلقة للانتقال تاعه اللي رح ينتقل يوم 24 اللي هو يوم الغد هو الان منتحس بنسبة 10% ولكن من ساعات الظهر بيبلش بسعودته فبصير سعيد بنسبة 30% المشتري في الحوت حتى يوم 10-5 سعيد بنسبة 30% زحل في الدلو حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 24-8 سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 28-6 سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بالنسبة لموليد برج الحمل الان القمر رح ينتقل من البيت السادس اللي هو بيت العمل والصحة والشوية الضغوطات اللي كانت على العمل وكانت شوي الصحة فيها نوع من أنواع البلبلة الان رح ينتقل ويصير موجود مقابلكم تماما فهو بعزز الأمور اللي إلها علاقة بالشراكة المالية والعاطفية والمصالحات والتقارب ما بينكم بين الأزواج أو ما بين شركاتكم طبعا أي أعمال مشتركة هذا الوضع جيد جدا ولكن لأن طاقتكم شوي بتكون ضعيفة فعشان هيك بتكون تهتموا برضو بصحتكم تهتموا أنكم ما تدخلوا بأي مشاكل أو مواجهات أو حدية أو دعاوة قضائية لأن الفترة هاي شوي بتكون حذرة والفترة هاي بيكون برضو خصمة قوي وبرضو الأمور ممكن أنه أي حدث يستفزك برج الثور طبعا القمر رح ينتقل من برج العذراء لبرج الميزان فعشان هيك الأجواء العاطفية اللي اتمتعت فيها في الأيام الماضية أو اللي كانت مريحة شوي شوي بدو يدخل فيها النوع من أنواع الضغط الضغط هذا رح يتركز على أمور إلها علاقة بالعمل ولها علاقة بالصحة فعشان هيك ممكن اليوم لأنه في ساعات إيجابية يكون فيه نوع من أنواع المشاحنات ما بينك وبين أحد الزملاء أو أحد الأشخاص في مكان العمل أو شيء بيتعلق في العمل يضغطك شوي ولكن تجدوا بعض التعاون من بعض الزملاء ممكن اليوم برضو أنه تهتموا بغذائكم أو تهتموا بلاياقتكم أو حتى تهتموا بأعمالكم الأهم أنه تنتبهوا للوضع الصحي لأنه القمر بما أنه متقلب شوي ممكن بعض الأشخاص من موليد برج الثور يشعروا بأنه صحتهم شوي بدها نوع من أنواع الرعاية برج الجوزاء بعد يومين من الأمور اللي إلها علاقة بالاهتمام بالعائلة والبيت والمشاكل العائلية والأحداث اللي إلها علاقة بالمنزل يعني شوي بتتغير اليوم اليوم تجد رغبة كبيرة من التقرب أو بالتقرب بالأحبة تعزيز العلاقة معهم العواطف عندك جياشة الحضوض برضو قوية جدا وتدعمك بشكل جيد اليوم رح تكثر عندك برضو الاتصالات اللقاءات أشخاص منكم اليوم رح يمارس هواية معينة أو إشيء العلاقة بالتجميل أو لباس جديد يعني منقدر نحكي أنه هذول يومين ممتزات جدا وبرضو رح يفتحوا أمامك أبواب الحضوض بشكل جيد لا العلاقات لا الأعمال لا التقارب من الأحبة الاهتمام بالأبناء أو بمشاكلهم أو حتى ممكن حل بعض المشاكل العاطفية ولكن ممكن يكون في بعض القلق على صحة أحد الأحبة برج السرطان يعني مضى يومين كان الجو فيهم في حركة في نشاط في اتصالات كثيرة بالفترة هاي اهتمام بالأخوة بالجران بمشاكل بعض الأشخاص الآن الأجواء انتقلت رح تنتقل لأمور إلها علاقة بالبيت والعائلة ومور رح تأخذ يعني القصة الأكبر من تفكيركم يا تصليحات ترتيبات مشاغل بيتية ترتيبات عائلية مناسبة معينة أو أخبار بتتعلق بأحد أفراد العائلة لأجواء تقريبا منقدر نحكي فيها نوع من أنواع الضغوط المتقلبة يعني مش ضغط مستمر يعني ممكن يكون فيه مشكلة أو حدث معين بتعلق بأحد أفراد العائلة أو بالبيت شوي يكون مربكك ولكن أنه بتتجاوز هاي المرحلة فيه أكثر من موليد برج السرطان رح يكون عندهم أحداث ومناسبات واجتماعات ولقاءات من داخل البيت أو من داخل نظام العائلة برج الأسد يعني يومين كان الضغط المالي هو أكثر إشي مرعب بخلال الفترة الماضية والتفكير المالي أو تحسين وضع مالي أو فوتير أو دفعات أو يعني إشي لعلاقها بالاهتمام المالي وما صريفها ولكن الآن الأجواء تغيرت تماما أنتوا الآن رح تدخلوا على فترة ممتازة جدا فيها نشاط فيها حركة فيها أمور للسفر القصير والتنقلات والاتصالات لكثير اللي ممكن أنك ما تهدأ وطيرتك من الحركة والاتصالات وبرضو بوسعكم اجتياز امتحان وممكن اليوم يكون فيه نوع من أنواع التعامل أو التفاهم ما بينك وبين أخ أو جار في بعضكوا رح ينشطوا بأكثر من أمر إلها علاقة إما بمناقشة أمر أو بإقناع بوجهة نظر معينة أو الدفاع عن حق لا إلك الأمور جيدة جدا ولكن بدك تضبط أعصابك ما في داعي للعصبية ولا للحدية وأهم شيء أنك ما تتردد بالتحرك اليوم عشان تستفيد من هاي الطاقة الإيجابية برج العذراء يعني بدأت الأمور تتحسن شوي أو تستقر بمعنى آخر وبلشت أنت تستوعب الأحداث اللي قاعدة بتصير حواليك الضغط اللي كان اليومين الماضية واللبك اللي دخلت فيها شوي أربكتك الآن الأجواء رح تستقر بشكل أكبر واليوم التفكير رح يتركز على الأمور المالية على العمل على المال على جني المال على استرداد مكاسب لا إلك ولكن معنى أغلب الأموال هاي بتيجي من عمل إضافية أو مستردات هبات نوع من أنواع الدعم أو أموال لإلك أنت بتستردها فهي جيدة أنك تطالب بحقوقك بالفترة هاي ولكن مش جيدة أنك تغامر في الأمور المالية بدك تدرس الأوضاع المالية بشكل جديد بدون مبالغات وبدون مغامرات وحاول أنك تقلل من مصاريفك قدر الإمكان اليوم بتقدر تناقش وبتقدر أنك تساوم على كثير من المسائل ولكن زي ما حكينا بدون انتقادات وبدون تسرع برج الميزان يعني الأجواء خلال الأيام الماضية كانت ضاغطة على موليد برج الميزان من مسؤوليات ومن اهتمامات من حركة من تعب من أشياء العلاقة إما بمستشفى بسجن بأشخاص مريضين أو حتى أنت ممكن عانيت من بعض الأشياء اللي أربكتك خلال اليومين الماضيات الآن الأجواء برح تتغير لصالحك بشكل كبير اليوم أنت رح تمتلك طاقة وثقة بالنفس ورح تنجح بالدفع بمصالحك شعبيتك اليوم في تصاعد برضو أنت ملفتين للجنس الآخر بشكل كبير بخلال هذا اليوم رح تستعيد حماستك وتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو حتى على مظهرك الأجواء ممتازة جدا وممكن تحصد نجاح اليوم وممكن الأشياء اللي تعطلت معك بالأيام الماضي وما مشت اليوم كرروا المحاولة اليوم إن شاء الله رح تمشي معك برج العقرب طبعا بعد يومين من الاهتمام بالوضع الاجتماعي ومن علاقاتكم ومن معارفكم والاهتمام بمصالحهم أو متاعبهم أو بالأشخاص اللي بتعرفوهم الآن الوضع رح يختلف تماما لأنه القمر رح ينتقل على الميزان يعني بيت متاعبكم فهذا الإشي بلش يظهر عليكم هو نوع من أنواع التعب أو الملل أو شوي هيك بتحس إنه طاقتك ضعيفة ما إلك خلق إنك أنت تعمل أي شيء اليوم أهم شيء إنه اليوم تهتم بصحتك شوي ما فيه شيء بخوف ولكن ما ترهق حالك بالمقابل برضو اعمل الأعمال الروتينية فقط لا غير ما تبتكر شيء جديد ما تتخذ قرارات جديدة وما تحسم أمر تقريبا الأمور بتكون مسلطة أو الأضواء بتكون مسلطة عليك فعشان هيك حاول قدر الإمكانك تبعد عن الأجواء والمشاحنات يد ما بتقدر عشان أنت ترتاح برج القوس طبعا يومين كانوا شوي فيهم امتحانات إلها علاقة بالسمعة إلها علاقة بالعمل مشاكل ضغط على الوضع المالي الأمور مش ماشية معكم شوي بتحس إنه كأنه الدنيا تآمرت عليك بالفترة الماضية ولكن الآن الأجواء رح تتغير اليوم بشكل جيد شوي هي رح يصير الاهتمام أكثر بالنشاط الاجتماعي اليوم رح تسعدهم اللقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم منهم كان اليوم يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء معين أو تتلقى اتصالات من أشخاص إلك فترة أنت أساسا ما تواصلت معهم فجأة تجد أنهم هم موجودين بالساحة أو بتواصلوا معك أو بتفقدوك الأجواء إيجابية ممكن برضو إذا أنت بحاجة لشيء معين وبدك شخص يكون واسطة إلك أو يدعمك اليوم هذا مناسب لهذا الموضوع برضو بنصحك بأنك اليوم تنجز كل الأعمال الضرورية والمهمة قبل ما يجي بعد بكرة لأنه القمر رح ينتقل لبيت المتاعب فرح يعطل كثير من المسائل فاستغل الوقت لإنجاز كل الأشياء المطلوبة منها برج الجديد طبعا كانت أيام فيها كثير من الحركة من الاتصالات من الاهتمامات اليوم الأجواء رح تتغير لأنه اليوم رح يكون الاهتمام كله على حد السمعة يعني على الإشي اللي بتعلق بسمعتك أو بعملك فعشان هيك اليوم بتقدر أنك أنت تنجز كثير من الأمور الأشخاص اللي بيحاولوا أنهم يبحثوا عن عمل هذا يوم مناسب لتقديم الطلبات أو للمقابلات الأشخاص اللي بيسعوا للترقي أو الترفيعات اليوم برضو مناسب أنك أنت تتقن أعمالك وتعمل أشياء اللي يلت لأنه رح يلتبه المسؤولين لتحركاتك أو لطلباتك ولكن الأهم أنه حاول قدر الإمكان أنه لأن الأضواء مسلطة عليك حاول أنك ما تغامر وما تجازف بسمعتك ما ترتكب أخطاء اليوم أو أي مجازفة مهما كانت بسيطة في نظرك حاول أنك ما تغامر فيها لأن الأضواء زي ما حكينا كلها مسلطة عليك فعشان هيك الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع القلق والتوتر يا بترفعك يا إما بتنزلك هاي المرحلة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو بعد أيام كانت قاسية يعني أسبوع كان ضغط بشكل كبير عليكم من المسؤوليات والاهتمامات وبعض الأشياء اللي شوي كانت مربكة فيها من علاقات يعني إشي مع الشراكة إشي بالعمل إشي بالصحة إشي يعني فترة أسبوع كانت مرعبة لأنه كان القمر مقابلك تماما اليوم رح تتعوض الأمور لأنه القمر انتقل للبيت التاسع للميزان يعني برج حليف قوي جدا لإلك وتتليت مع برجك يعني اليوم تفكير بالسفر أو بأجانب أو بأشخاص من خارج البلاد أو اتصالات بعيدة لأشخاص اللي بيشتغلوا في مجالات الاستراد والتصدير اليوم رح يستفيدوا بشكل كبير اللي بيشتغلوا في مجالات الاتصالات والمواصلات والتكنولوجيا برضو الأجواء ممتازة جدا هاي فترة مناسبة لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان وخصوصا للطلاب الجامعيين اهم اشي انه اليوم ممكن تبدأ عمل جديد او دراسة جديدة او دورة جديدة او تعلم شيء جديد اليوم عندك قدرة على النقاش والحوار واثبات قدراتك بشكل ممتاز جدا فعشان هيك لازم تستغل هاي الفترة بشكل جيد برج الحود طبعا يومين كانوا ضغط ضغط كبير على مستوى العمل على مستوى الصحة على مستوى الأمور الصحية قلف على الأحبة اشوي في أمور مربكة بالعمل بالأمور المالية المطالبات خلاف مع الشركاء شركاء المال والعاطفة يعني انضغطوا بشكل كبير الآن الأجواء تقريبا يعني القمر تحرك درجة من مقابلكم يعني دخل على البيت الثامن وهو أخف ضغط من الأيام اللي مضت اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة يعني الأمور اللي إلها أناقب بأي مال مشترك بينك وبين أي طرف اليوم ممكن تحل هاي المسائل أو تجد داعم لهاي الأمور أو قرض أو سلفة أو تسترد أموال حق من شراكة من تعويض من ميرات من ضريبة أهم شي برضو ما زالت الصحة بحاجة للرعاية القلق والوهم والوسواس اللي استلمك في الأيام الماضية ما زال مستمر عشان هيك اليوم بدك تحاول أنك تطلع من هاي الأمور الأجواء اليوم أكثر إيجابية ورح تتجاوب معك كثير من الأمور أعمالك رح تكون مسموعة وتحت الأنظار وملفتة للنظر وممكن أنك تسمع كلام إيجابي إذا أنت أتقنت أعمالك بشكل جيد أهم شي أنك اليوم حاول أنك ما تتكاسل وحاول أنك تتحرك بكل طاقتك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر